بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم رح أكفيكم أعزائنا الطلاب في هذه الحلقة من دروس الجغرافية للصف الثاني عشر الأدبي وراح إن شاء الله يكون عنوان حلقتنا اليوم جغرافية العمران فراح نستكمل ما أخذناه في الحلقة السابقة لكن تابعونا إن شاء الله بعد الفاصل أهلا بكم أعزائنا الطلاب من جديد ومثل ما قلنا لكم اليوم موضوعنا استكمالا للحلقة السابقة وهي جغرافية العمران عزي الطالب في الحلقة السابقة تكلمنا عن جغرافية العمران وأخذناها تعريفة ومن ثم أخذنا نموذج كمدينة من المدن وأخذنا مدينة الكويت اللين وصلنا إلى ما يسمى بمراحل نشأة العمران في مدينة الكويت وفتكلمنا في الحلقة السابقة عن المرحلة الأولى وهي مرحلة النشأة العمرانية تكلمنا كيف نشأت الكويت ولماذا سميت بهذا الأسم اليوم سنستكمل معكم المرحلة الثانية وهي مرحلة التخطيط العمراني تابعني ثانيا مرحلة العمران التخطيطية وهي مرحلة الثانية عزيز الطالب من مراحل نشأة العمران في مدينة الكويت نشوف عزيز الطالب مع بعض بدأت حكومة الكويت في إعادة تخطيط المدينة على نظم حديثة في مجال العمران على أيدي خبراء ومهندسين ذوي خبرة عالية وعالمية في هذا المجال وبدأت في وضع الخطط التنموية الخمسية في عام 1952 حتى تلتزم بما جاء فيها في جميع الجهات الحكومية في إعادة البناء والتعمير وقد بدأت الحكومة بهدم السور الثالث لمدينة الكويت في عام 1957 والإبقاء على بواباته كأثر تاريخي ثم قامت بتثمين الأراضي والبيوت داخل السور حتى تشجع الأهالي على الذهاب خارج السور إلى المناطق الجديدة فنشوف عزيز الطالب في هذه الصورة التي أمامك هي مرحلة هدم السور الثالث في عام 1957 حيث بدأت الحكومة بتثمين الأراضي كما ذكرنا وانتقالنا إلى خارج السور حتى تشجع المواطنين التي توسعت مدينة الكويت ونشوف أيضا عزيز الطالب هذا المخطط الهيكلي عام 1952 كما هو واضح عندك في الشاشة تشوف اللون الأحمر وتقريبا محصور حوالين السور الثالث لكن امتد على الشريط الساحلي سواء في الجنوب أو في جهة الغرب باتجاه الجهراء امتداد عزيز الطالب مدينة الكويت لابن تعرف على امتداد الكويت أهم المخططات التي وضعت من أجل تخطيط مدينة الكويت نعرف عزيز الطالب أن في هذه المرحلة وبعد هدم السور الثالث في عام 1952 وضعت هناك ثلاث مخططات واحدا تلوى الأخرى وفي كل مخطط تمت عليه مجموعة من التعديلات لمواكبة الزيادة السكانية في مدينة الكويت لنشوف المخطط الأول المخطط الهيكلي الأول عام 1952 وضع هذا المخطط لعادة تخطيط المدينة القديمة داخل السور ثم التوسعة والامتداد حتى الدائر الرابع ركز عزيز الطالب حتى الدائر الرابع حيث اعتمد المخطط على خطة الطرق النصف دائرية اللي هي الدوائر اللي نشوفها الآن في شوارع الدائر الأول والدائر الثاني حيث اعتمد المخطط على خطط الطرق النصف دائرية حول مركز المدينة القديمة ثم تملأ المساحات المربعة داخل هذه الأنصاف الدوائر الخالية في هذه الشبكة بالمباني السكنية والمرافق العامة وباني الخدمات بجميع أنواع إذا المرحلة الأولى أو المخطط الهيكلي الأول عزيز الطالب في عام 1952 إلى الدائري الرابع من بعد السورة الثالث إلى الدائري الرابع على هيئة أنصاف دوائر حتى تربط هذه المناطق مع بعضها البعض واكب العلماء في هذه الفترة زيادة سكانية هائلة خاصة بعد استقرار الكويت ووفود الهجرات إليها فأصبح من الضرورة لا بد من تعديل هذا المخطط الهيكلي في عام 1952 نشوف التعديل اللي صار عليه عزيز الطالب طبعاً هذا الصورة التي أمامك عزيز الطالب هي عبارة عن المخطط الهيكلي الأول المخطط الهيكلي الأول دون تعديل المخطط من كويت في عام 1952 ونشوف هذه الصورة توضحية بالألوان واضحة أمامك للمخطط الهيكلي الأول فالأول كان في عام 1952 نشوف ما التعديل اللي طرأ عليه المخطط الهيكلي الأول طرأ عليه تعديل الآخر سمي بالمخطط الهيكلي الثاني في عام 1970 أرادت الحكومة الكويتية طبعاً أن تكون عملية الامتداد الحضري على أسس علمية ما تكون عشوائية نفس ما كان فيه السور الأول أو داخل السورة الأول والثاني والثالث فتم تكليف الخبير البريطاني كولين بوكاناً بوضع مخطط مستقبل يتم تنفيذه على مراحل خمسية لمدة ثلاثين سنة أي حتى عام 2000 ميلادي فتم وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للمناطق الحضرية على أن تشمل الخطة القصيرة المدى لاهتمام بالمناطق الممتدة من مركز المدينة إلى منطقة فحيل جنوباً على طول الشريط الساحلي وأيضاً العزيز الطالب لاحظ الخريطة والمنطقة الممتدة من مركز المدينة إلى منطقة الجهراء غرباً ثم بعد ذلك الانتقال إلى خطة طويلة المدى لإنشاء مدن ومناطق سكانية جديدة خارج هذا الحزام الحضري ونشوف واضح عزيز الطالب نشوف هذه اللي باللون الأسود هي عبارة عن الدائر الرابع والدائري الخامس والدائري السادس وتنتصفها طبعاً على الدائر الرابع الثاني والثالث ونشوف تقسيمة المربعات داخل هذه الخريطة وعبارة عن مناطق سكنية مناطق سكنية فهذا هو المخطط الهيكلي الثاني عام 1970 الذي تم تعديله بناء على المخطط الأول عام 1952 بعد هدم السور الثالث نشوف عزيز الطالب المخطط الهيكلي للمناطق الحضرية عام 1977 لو نسأل سؤال عزيز الطالب ما الهدف من تطور المخططات مخطط تل والآخر في عام 1952 وفي عام 1970 والآن شوفنا في عام 1977 هذا يدل على استغرار مدينة الكويت ووفود الهجرات إليها والزيادة الهائلة للسكان في مدينة الكويت أو في دولة الكويت بشكل عام فلذلك كانت يطلب على الحكومات أن تضع خطط تواكب هذه الزيادات السكانية نتابع مع بعض مع الطفرة الكبيرة للنمو السكاني والعمراني في دولة الكويت كما ذكرنا في منتصف السبعينات منذ القرن الماضي دعت الحاجة إلى تطور وتعديل مخطط بوكانا فنحفظ عزيزي الطالب هذا الاسم مخطط بوكانا مخطط بوكانا بإدخال التعديلات عليه مثل فعدلوا على مخطط العالم الذي يوضع في المخطط الهيكلي الثاني هذا هو طبعا الذي ذكرنا قبل شيء هذا المخطط طبعا المدينة الكويت سائق اللي كانت داخل السور الثالث عبارة عن خمسة أحياء رئيسية دسمان والصوابر والمرقاب وشرق والقبلة والوسطة هي المدينة التجارية نشوف عزيزي الطالب طبعا هذه صورة أيضا للأحياء القديمة ما أهم التعديلات التي وضعت على مخطط بوكانا عام 1977 تكثيف الاستخدام السكاني شمال الدائر الخامس وصلنا إلى الدائر السادس الحد من إنشاء المصانع في منطقة الشويخ الصناعية للحد من الازدحام وإيجاد مناطق صناعية بديلة كمنطقة صبحان الصناعية إقامة المناطق التجارية في الظواحي لخدمة المناطق السكانية فنشوف أن الأسواق كانت تتركز في مدينة الكويت وانتقلت إلى خارج المدينة في عاسم مثل في الجهراء وفي حيحيل وأيضا عندنا المنطقة الحرة التجارية المستحدثة حديثا هذه طبعا صورة مخطط واضح هذه أعزائي الطالبين موجودة عندك في الكتاب فركز عليها فنشوف الدائر الأول يحصر مدينة الكويت اللي هو باللون الأحمر يأتي بعده الدائر الرابع يحصر المخطط الهيكلي الأول عام 1952 ونشوف أنه قسمت كمربعات ونشوف اللون الأزرق هو الدائري الخامس ومن ثم الدائر السادس وهذا هو المخطط الذي وضعه العالم بوكانا ونشوف أيضا طبعا الاهتمام بالجنوب خط في حيحيل المسمى خط الملك عبد العزيز وبالاتجاه القرب وهو طريق الجهراء السريع فهذه المخططات وضعت لتحمل أو الزيادة السكانية في مدينة الكويت أو في دولة الكويت أيضا عزي الطالب من التغييرات الاهتمام بالمناطق الأثرية وتخطيط الساحات المخشوفة داخل المدين كوضع الحدائق على سبيل المثال وإنشاء المتاحث أيضا إنشاء المدن الجديدة وبخاصة في منطقتين رأس الصبية والخيران واللي هذه رأت النور في الوقت هذا ونشوف طبعا هذه بعض الآثار في جزيرة فيلتشا أيضا عزيز الطالب حدث هناك تغيير لاحظ ما زلنا نقير في المخططات أو نطور من هذه المخططات بدأنا في 52 وعدلنا في 1970 وأيضا عدلنا في عام 1977 و77 الحين أيضا هناك تعديل المخطط الهيكلي للكويت عام 1983 ما حصل؟ محاولة أخرى لتطوير وتعديل المخطط بوكانن لمواجهة التوسع العمراني المتوقع خلال عام 25 سنة أي حتى عام 2008 وقد اجتمل التعديل على إنشاء أربع خطط على النحو التالي يعني هذه الخطة الرئيسية تتخلى لها أربعة خطط نشوف مع بعض طبعا هذه المخطط عام 1983 وراح نعرف في شيء من التفصيل الخطة بعيدة المدى حيث تناولت التقديرات السكانية متوقعة في عام 2005 وأيضا الخطة الطبيعية القومية وتناولت كيفية استقلال الموارد الطبيعية للدولة كالنفط فلا توضع مناطق سكنية ولا أراضي صناعية في المناطق التي موجود فيها هذا النفط الخطة المترو بليتانية الهيكلية ويقصد فيها المنطقة المترو بليتانية هي تلك المنطقة الحضرية الضخمة التي انطلقت من مركز المدينة القديمة وامتدت على طول الساحلين الجنوبي والقربي بالإضافة إلى امتدادها إلى الداخل فتم اقتراح مناطق للصناعة ومناطق أخرى للسكان ومحاولة تجنب إنشاء المراكز التجارية داخل المدن حتى منعا للإزدحان أيضا الخطة الهيكلية لمركز المدينة يعني ما كتفوا في خطة هيكلية لدولة الكويت بالكامل إنما وصلت إلى أيضا لتخطيط مدينة الكويت القديمة مدينة الكويت القديمة التي كانت محاطة بالأسوار فأوسط الخطة بالمحافظة على المواقع الأثرية القديمة كالبوابات الأسوار على سبيل مثال للمحافظة على الطابع المحلي لمدينة الكويت بالإضافة إلى إنشاء المشاريع التروحية على طول الشريطين الساحلي والمسمى بالواجهة البحرية يعني يهتموا بالواجهة البحرية سواء في جهة القرب أو في جهة الجنوب في عام 1983 عندما وضعوا هذا المخطط الهيكلي في عام 1983 نشوف عزيز الطالب هذه الواجهات البحرية صورة للواجهات البحرية التي تابعوها في عام 1983 وأيضا هذه أيضا من الواجهات البحرية وهو من المشروع المتكامل لتنمية المخطط الهيكلي لمدينة الكويت الواجهات البحرية نشوف عزيز الطالب المخطط الهيكلي الثالث تسألني سؤال استاذ أنت بديت بالمخطط الهيكلي في 52 ومن ثم بديت في المخطط الهيكلي الثاني عام 1970 ووضعنا عليه تعديلات أيضا الذي وضعنا عليه تعديلات المخطط الهيكلي الثاني في 70 ووضعنا عليه تعديلين في عام 1977 وفي عام 1983 هذا هو المخطط الثالث أيضا لمواكبة الزيادات السكانية ما الذي حصل في هذا المخطط؟ نرى وضعت لمواجهة التوسع الحضري حتى عام 2010 وهو يشجع التوسع الحضري والعمراني في اتجاه القرب من مدينة كويت إلى الجهراء وحولها حتى مدينة أو منطقة المطلع شمالا بالإضافة إلى التوسع ناحية الجنوب الغربي من منطقة الشدادية ثم العمل على بناء مدينتين جديدين في رأس الصبية ومدينة الخيران مع استحداث أراضي جديدة لإنشاء مدن سكنية أخرى يعني أصبحت المدن ليست محاطة في مدينة الكويت القديمة بل أخذ الامتداد جنوبا وقربا وفي اتجاه الجنوب الغربي أيضا نرى هذه تقسيمة البلدية لدولة الكويت فنرى في مقسمنا هذه المناطق التي عليها أرقام هي عبارة عن المناطق السكنية أما المناطق المكشوفة فهي عبارة عن مناطق نفطية لا يسمح بمناء مناطق سكنية فيها فنرى منطقة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وسبعة هي كلها عبارة هذه المناطق التي تستغل سواء للصناعة أو للسكن أو للزراعة أيضا عايز الطالب هذا المخطط مر أيضا بمراحل تعديل سنتعرف عليها بعد شوي نرى الصورة التي أمامنا في 52 مخطط هيكلي في 67 أيضا هناك مخطط هيكلي في 1770 وهو المخطط الهيكل الثاني الذي ذكرناه قبله شوي الذي نرى الصورة التي تحت هذه عز الطالب هذه لمدينة الكويت وظواحية نرى أيضا مخطط 1977 أيضا نرى مخطط 1983 ونرى أيضا المخطط الأخير في عام 1977 الذي استحدث من خلاله المناطق الجديدة كمدينة سعد العبدالله على سبيل المثال ومدينة صباح الأحمد ومدينة شمال المطلع هذه المدن عز الطالب وهذه المخططات جاءت نتيجة أيضا أعيد وكرر للزيادة السكانية للزيادة السكانية أيضا عندي عز الطالب مخطط عام 2005 شوف بدأت هذه المخطط بإخراج المناطق الصناعية خارج مركز المدينة أيضا من أول أسواق نرى الخطة المتوقعة لعام 2030 بحيث تصبح مركز المدينة خالية من أي سكن نتجعز الزطالب الحين إلى فرع آخر من فروع الجغرافية البشرية تكلمنا حنا في البداية عن جغرافية السكان وهي أحدى فروع الجغرافية البشرية ومن ثم تكلمنا عن جغرافية العمران و أخذناها بشيء من التفصيل و أخذنا مدينة الكويت و نشأة العمران فيها على مجموعة من المخططات المرين الآن نأخذ الفرع الثالث من الجغرافية البشرية وهي الجغرافية السياسية البعض يتسأل ما علاقة السياسة بالجغرافية سنتعرف عليها من خلال دراستنا للجغرافية السياسية نرى مع بعض الجغرافية السياسية فرع قديم فقد كتب فيها أرسطو و أفلاطون المفكرين القدامى و عرثا منذ نصف قرن على سبيل المثال على أنها ترديد لقوائم من الوحدات السياسية و عاصمها و مراكزها و مدونها مما أدى إلى قيام ثورة على تدريس الجغرافية بهذا الأسلوب أي تدرس تدرس الخرائط من الناحية الجغرافية على أسس سياسية طبعا هذه خريطة لقارة أفريقيا و راح ندرسها هذه الخريطة استعنى بالجغرافية لكن ليس لمعرفة الظواهر الطبيعية إنما من الناحية السياسية من الناحية السياسية و علاقة هذه البلدان و حدودها السياسية أيضا ما تعرفنا عزي الطالب على الحدود إلا من خلال هذه الجغرافية أو هذا الفرع وهو الجغرافية السياسية نشوف عزي الطالب مفهوم الجغرافية السياسية عرف الجغرافية السياسية اذكر المصطلح المناسب نشوف هذا الفرع من فروع الجغرافية ظل لا يلقى العناية الجديرة به مدة طويلة ويرجع إلى رغبة الجغرافيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي في الهروب من سياسة الأقاليم كالإطار الوحيد الذي عرفه باسم الجغرافية الإقليمية ويرجع تعبير الجغرافية السياسية إلى العالم الألماني كانت فمن أنشأ هذا الفرع هو كانت العالم الألماني كانت في عام 1703 الذي أسس الجغرافية السياسية يجيك سؤال عزيزي الطالب من فراغ من الذي أسس الجغرافية السياسية هو العالم كانت أحسنت وتبعه بعض العلماء أمثال كارل ريتر وفريديك وراتسل الذي ألف كتاب الجغرافية السياسية كلها العلماء اهتموا بالجغرافية السياسية وأظهروها لنا كعلم جديد يجب دراسته إذن الجغرافية السياسية ماذا تعني عزيزي الطالب؟ ماذا تعني من خلال شرحنا اللي سمعتها؟ هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية كظاهرة على سطح الأرض دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية كظاهرة على سطح الأرض لمعرفة حدودها سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية ورح نتعرف على الحدود بعد شوي أيضا هذه خريطة تقسمت على أسس الجغرافية السياسية قسمت حدودها طبعا نشوف ولهذا فإن الجغرافية السياسية بمعناها الشامل ما زلنا عزيزي الطالب بنوضح لك أو نفكك المفاهيم المبهمة عن الجغرافية السياسية وقلنا هي قبل شوي أنها دراسة الوحدات السياسية كظاهرة كظاهرة على سطح الأرض زين مفهومها الشامل شنو عزيزي الطالب نشوف دراسة الدولة كظاهرة سياسية في خريطة العالم السياسي ودراسة العلاقة المحلية أيضا والخارجية للدول وأيضا تحليل وتفسير العناصر الرئيسية لقوات استناد لما تملكه من إمكانيات وقدرات بشرية وطبيعية أيضا عزيزي الطالب من الجغرافية السياسية تعمل الجغرافية السياسية في تحليل كل ما يؤثر في قوة الوحدة السياسية للدولة أو يحدد ثقلها في المجالين المحلي والعالمي مناهج البحث طبعا العلماء ما درسوا هذا العلم إلا لما وضعوا له مناهج بحث يبحثون في هذا الفرع الجديد من فروع الجغرافية البشرية فما هي مناهج البحث التي استخدمها العلماء لدراسة هذا الفرع؟ نشوف تعدد منهج البحث في الجغرافية السياسية بحسب الموضوع على سمثال لو كنا بندرس من الناحية الجيو بلوتيك وهو اصطلاح جديد ومنهج جديد ومضمونه يقوم على الدراسة الجغرافية للدولة من حيث سياسة الخارجية وهنا يكون التأكد على المظهر الجغرافي للعلاقة الخارجية أي أنها على علم يبحث في العلاقة بين السياسة والرقعة الأرضية علم يبحث بين السياسة والرقعة الأرضية ويهدف بصفة خاصة إلى تحويل المعلومات الجغرافية إلى ذخيرة علمية يتزود بها القائد الدولة وساداتها أي يستخدمونها كسلح من خلال هذا المنهج أيضا من المنهج الآخر هو المنهج الإقليمي أو المسرح السياسي شي فيدنا هذا المنهج في البحث؟ يدرس الوحدة السياسية من حيث العناصر التي تتألف منها كالحجم والشكل والمناخ والموارد طبعا للدولة المنهج الآخر المنهج الوظيفي أو الملاءمة السياسية شي فيدنا هذا المنهج لبحثنا في جغرافيا السياسية؟ يفيدنا بأنه يقوم على دراسة المجتمع البشري في الدولة أكثر من التركيز على الدولة نفسها أي يعمل على دراسة المجتمع البشري يخص المجتمع البشري من حيث تعدد المهن والوظائف فيه المنهج الآخر منهج جونز أو المجال الموجه وفي هذا المنهج يفيدنا على يقوم على تحليل الدولة من عدة جوانب مثل الفكر السياسي والقرار والحركة والمجال والمنطقة أو الرقعة السياسية كل ما ذكرناه عن منهج البحث هي لكل منهج موضوع يهتم فيه لكل منهج من مناهج البحث في الجغرافيا السياسية موضوعا يهتم بجانب معين أنماط الحدود السياسية تنقسم أنماط الحدود السياسية إلى التخوم على سمثال شنو التخوم عزيزي الطالب لو بنتعرف عليه ما هو التخوم لو أقول لك الحد بيني وبين دولة أخرى عبارة عن تخوم نشوف مع بعض هي أقاليم أو مناطق حاجزة فاصلة بين الأمم والقوميات والدولة ونشوف مثال عليها الصورة واضحة عزيزي الطالب نشوف في الناحية اليمين يفصلها طبعا هذا الخط اللي باللون الأبيض على اليمين بلجيكا وعلى اليسار هولندا واللي يفصل بينهم هذه العلامة الأرضية هذه العلامة الأرضية فماذا تسمى؟ هي عبارة عن تخوم احفظها عزيزي الطالب عبارة عن تخوم تخوم هي أقاليم أو مناطق حاجزة بين دولة وأخرى نشوف النوع الثاني الحدود التي تسائر الظاهرات الطبيعية مثل على سمثال عندك في الصورة اللي قدامك ثلاث دول يفصلها نهر الأرجنتين والبرازيل والبراغواي هي حدود استخدمت الامتداد العام للظاهرات الطبيعية كالنهر اللي موجود أمامي في تحديدها كالبحيرات والأنهار والمستنقعات والصحاري والبحار والغابات والجبال إذن الأولى تخوم عبارة عن مناطق حاجزة أما في الثانية عبارة عن حدود تسائر الظاهرات الطبيعية نهر يفصل بين هذه الدول أيضا من الأنماط عزيزي الطالب الحدود التي تسائر خطوطها الظاهرات البشرية فهي أفضل الحدود وأكثرها استقرار هي تلك التي تسائر خطوطها السياسية الظاهرات البشرية كالتركيب الديني واللغو العرقي أي يقسم السكان أو يضع حدود بينهم كأساس اللقى أو العرق كما واضح في الوطن العربي قسمت على أساس أن لغتنا واحدة دول وطن العربي الحدود الهندسية وهذا اللي نشوفه طبعا على الخرايط تعستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض في تقسيم الدول أو في الحدود بين هذه الدول ونشوف عندنا على سمي مثال لو وضعنا خريطة من الخرايط على سمي مثال بين كندا والمتحدة الأمريكية نشوف أن هناك هذا الخط الأحمر هي عبارة عن حدود هندسية ويقصد بها الحدود المتفق عليها في المعاهد الدولية والتي وقعت عليها الدول كمواثيق والتي قد تتبع خطوطها فلكية في رسمها مثل دوار العرض وخطوط الطول وذلك مثل الحدود السياسية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية كما هو ظاهر عندك في الصورة تتماشى طبعا مع دائرة عرض 45 درجة شمالا فإذا الحدود تساير إما أن تكون تخوم إما أن تساير الظاهرة الطبيعية إما أن تسمى حدود هندسية هذه طبعا باختصار عزيز الطالب هي أنماط الحدود السياسية أنماط الحدود السياسية هذا الخط طبعا لذكرناه لنأتي العزيز الطالب الآن إلى مجموعة من التدريبات ويجبك تركز معي طبعا هذه التدريبات تشمل ما أخذناها في الحلقة السابقة والحلقة الحالية لما تكلمنا عليه من جغرافية عمران وجغرافية السياسية ونشوف مع بعض علي للي ما يلي سؤال متعودين علي دائما تسمية مدينة الكويت القديمة باسم القرين ليس سميت القرين لأن القرين هي الأرض المرتفعة أو التل وهو واضح طبعا في منطقة جون الكويت اللي لاحظ منكم في خريطة الكويت نشوف أن الجون جاي على شكل قرن فلذلك سميت طبعا لهذا الشكل ثنين نموم وازدهار مدينة الكويت لماذا نمت وازدهرت بسبب الموقع الجغرافي لمدينة الكويت على رأس الخليج العربي وإحاطتها من الشمال بمياه جون الكويت مما أدى إلى نشاط تجاري الخارجي وسياسة حكام الكويت في هذه الفترة سواء داخليا وخارجيا ثلاثة علل بناء أهل الكويت الأسوار حولها سهل سؤال سهل جدا بسبب تعرضها للأطناع والغزوات والهجمات المستمرة من الخارج نأتي إلى سؤال آخر عزي طالب قارن بين ما يلي المخطط الهيكل الأول اللي تكلمنا عنه في آنفلتس سمية ثنين وخمسين والمخطط البلدية في عام سبعة وستين طبعا إعادة تخليط الكويت في المخطط الأول في ثلاثين وخمسين اعتماد تخليط على طرق النص دائرية حول المدينة ووصلنا للدائر الرابع المخطط البلدية استحدث فيه الدائر الخامس والدائر السادس وتم إنشاء أكثر من أربعين منطقة سكنية هذه مقارنة بين المخططين أيضا عزي الطالب اكتب فيما يلي وسؤال متعودين عليه اكتب في المخطط الهيكل الثالث في المدينة الكويت ماذا حدث في هذا المخطط طبعا وضعت مواجهة للتوسع الحضري في السكان ويشجع التوسع باتجاه الغرب للجهراء والجنوب إلى مدينة الفحيحيل التوسع ناحية الجنوب بناء مدينتين جديدتين في رأس الصبية والخيران أيضا سؤال آخر اكتب فيما يلي عرف الجغرافية السياسية تكلمنا عنها قبل شوي هي دراسة الوحدات أو لقاليم السياسية كظاهرات على سطح الأرض أيضا من السؤال الأخرى عدد مناهج البحث في الجغرافية السياسية تكلمنا عن أربعة مناهج قبل شوي المنهج الجيوبليتك ومنهج الإقليمي ومنهج الوظيفي ومنهج جونز إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة السابقة في درس جديد دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة